كانت بتقول ستة محمد نام كانتش بتصلي ولا بتصوم ودلوقتي هي بدأت يعني حاسة انها تقربت الى مولاها جل جلال الله وبتقول انها عايزة بقى تقضي الايام اللي فاتتها مع الاثنين والخميس والايام القمرية فيها الاشهر المباركة كالاشهر الحرم يعني انها تأخذ ثواب اكثر على ذلك وبالنسبة للصلاة حنجاوبك يجوز ان انا اجمع ان انا اقضي الصيام اللي فاتني اداءه بسبب العزر الحيض او ما شابه ذلك اقضي فيه الاشهر المباركة او فيه المسنونات من الصيام زي مثلا اتنين وخميس القمرية واقدم نية في نيتي اقدم نية ايه نية القضاء تكون مقدمة ويحصل لك الفضل ولا حرج على فضل الله بالنسبة لمسألة الصلاة بدلا ما عودة صلي ركعتين ما صلي الملة علي حقول انا مثلا فاتني عشر سنوات احسب كده وعد الصلاوات تقريبيا واصلي حتى طب انا مش متذكرة على وجه الدك اقضي لغاية ما احس ان انا امت بالقضاء فتقضي حتى يغلب على ظنك انك امت بقضاء الصلاة اللي فاتتك لان دا دين في الزمة ودين الله احق بالقضاء هناك من المداهب الفقهية يرى انه اذا استغفر الانسان الانسان واكثر من فعل الحسنات ان الحسنات يذهبن السيئات جميل بس نجمع ما بين وما بين رأي جمهور الفقهاء ليرى القضاء اجمع بين الاثنين اتوب واستغفر لان انا فوتت وقت الصلاة والصلاة لها ميقات ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا لها معاد فتني الوقت ده فاضعت اني ما صلتهاش في وقتها واني ما صلتهاش اصلا فلابد من التوبة والاستغفار والاكثر من الحسنات ويقضي الانسان الدين اللي عليه ويسأل الله القبول والمغفرة ده شيء مهم صاحبة السؤال انا بعد صلاة العصر وعلي الدين ده وعايزة وكانتني فرصة ان انا اقضي ده انت عندك سبب لهذه الصلاة وهي قضاء ما فاتك اداء في وقت فيجوز لك الصلاة قضاء مما هو عليك صاحبة السؤال